المئات من الجنود يصلون اتباعاً إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن المهمة الرئيسة التي تنتظر هذه القوات هي حراسة المنشآت وهي مهمة يندرج في إطارها تأمين حراسة مطار عدن الدولي الذي أثار حفظة القوات التابعة للانتقال التي تتولى حالياً تأمين الحماية لهذا المطار في السابع من شهر مارس وصلت أولى طلاع هذه القوات إلى مطار عدن وسط تكتم شديد من جانب السعودية التي تولت قواتها تدريب الجنود وغالبيتهم العبم من أبناء عدن غير أن الأمور سرعان ما تطورت إلى توتر ساد المدينة منذ الثلاث عشر من الشهر نفسه توتر غذته تحركات عسكرية لافتة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي بادرت إلى تعزيز قبضاتها على المطار عبر قوات أمنية ينتسب معظم أفرادها لمحافظة الضالع ومديرية آفع سلوك بني على مخاوف من فقدان السيطرة التي يمارسها المجلس الانتقالي على المنشآت الحيوية للمدينة ويفرض من خلالها سلطة الأمر الواقع التي أنتجها انقلب العاشر من أغسطس 2019 المدعوم من الإمارات طائرات النقل السعودية واصلت رحلاتها إلى عدن وعلى متنها العشرات من الجنود الجدد المدربين في المملكة حيث يجري نقلهم وتجميعهم امتباعا في المعسكر الكبير التابع للتحالف في البريقة غرب مدينة عدن استعدادا لتنفيذ المهم الموكلة لهذه القوات وهي حماية المنشآت الحيوية في مدينة عدن لا تتوفر معلومات دقيقة عن العدد الكلي لقوات حماية المنشآت المدربة سعوديا لكن المصادر الصحفية تتحدث عن أكثر من خمس رحلات لطائرات النقل العسكرية التابع لسلاح الجو السعودي وعلى الرغم من تراجع منسوب التوتر عما كان عليه من تصف شهر مارس الماضي في ظل بقاء القوات الجديدة في معسكرها حتى الآن وبقاء القوات التابعة للانتقال في مواقعها وفي المنشآت الحيوية لعدن إلا أن احتمالات تجدد التوتر وربما المواجهة تبقى قائمة ويقضي اتفاق الرياض بإعادة تمكين السلطة الشرعية من نفوذها في العاصمة السياسية المؤقتة عدن وبوضع قوات كافية تحت تصرفها لفرض القانون بعضها سيجري تأمينه عبر دمج العناصر الميليشيوية المسلحة في إطار القوات الأمنية والعسكرية النظامية التابعة للشرعية